مزايكة حام الإدعاء الأولى في تونس مرحبا شكرا أبو بكر تحياتي لك وتحياتي كل مستمعي مزايكة شكرا جزيلا في المغرب البارح تنشر نداء من أجل حالة طوارئ اقتصادية 2020-2021 تقول راهو الوضع اليوم بعد تشخيص قراءة في الوضع الاقتصادي الوضع الصحي الوضع السياسي يتطلب بالنتيجة إجراءات استثنائية وتمشي استثنائي شنية تمشي الاستثنائي شنية دعامه شنوما أهم الركائز متاع حكيم بن حمود شكرا أبو بكر على الدعوة أنا بتباعة الحال لم تابع معناها النقاش السياسي الوضع السياسي بصفة عامة والنقاش العام حول الوضع الاقتصادي منذ سنوات وحتى أنا شخصيا منذ سنوات كنت ولتوا نحكي على أزمة اقتصادية أحكيت جيد تعديد المرات بو بكر وقلت الأزمة الاقتصادية هذه يعني موجودة في التقاء ثلاثة مسارات كبرى وهمة وعندها نعكاسات على الاقتصاد بتاعنا أولا يعني نمط التنمية بتبقى الحال حكينا عليه برشا في بعض الأحيان معناها أصبحنا حتى ما نعرفوه شنوات منويل التنمية منويل التنمية المسألة الثانية هي بطبيعة التوازنات الكبرى متاع المالية العمومية والدولة بصفة عامة اللي بدأت بعد الثورة أخذت معناها انحراف كبير والمسألة الثالثة والمسار الثالث وجديد علينا اللي هو انعكاسات الكورونا على المستوى الاقتصادي نعرفوا انعكاساتها على المستوى الصحي قاعدين تحكيوا فيها كل الخبراء وكل المختصين قاعدين يحكيوا فيها لكن حكينا شوية شوية تقريبا على انعكاساتها على المستوى الاقتصادي والانعكاسات على المستوى الاقتصادي كبيرة واختيرة يعني وممكن تهز حتى أو تمس حتى دعائم الدولة من ناحية الاقتصادية أنا علش عملت النداء هذا يا بو بكر لانه في تقديري في تقديري التوانسة ما يصدقوا الا ما يشوفوا يعني ولنا يعني كنتيحوا في الهفوف ونقولوا آه نتقنى يعني هذا هذا تقديري نتكلم ونته نترجم عارش بو بكر مبرك الله وفيك إذن أنا في بالي هذا علش يعني عملت النداء هدايا هو احنا مثلا الكورونا بدينا توا يونكور يعني بدينا توا نخافه نشوفه في المخاطر متاح مش نحكي على على مستوى الدولة أو على مستوى يعني الإطارات الصحية لكن على المستوى الشعبي يعني توا بدينا نشوفه خطر في كل عائلة حمام حالة الوفاة حالة الوفاة وفي كل عائلة أصبحت اليوم يعني عنا حد نعرفه حد أنا شخصيا عندي شكوم في العائلة يعني نحمد ربي معنا خرج حمد حمد الله لكن ولينا في العائلات نعرفه شكونا عننا معادش يعني مسألة بعيدة المشكلة بتاعي علشي عملت المقالة هذة أنه شاعر أنه على المستوى الاقتصادي يعني مزلنا بعاد يعني مزلنا بعاد مزلت مثلا ماشي هكي الموبيليزيزيون هكي التأبع مزلنا بعاد في في تقديرنا للختار خطورة الوضع على الاقتصاد دي من قولوا ليه نقول ليه بس وتسلفوا تار فلوس ونجيبوا شوية فلوس من عند البنك الدولي ومن عند صندوق النقد وشوية من بنك المركزي والعقبة نعديوها أنا هي يعني نقوس خطر حابت يعني نجبدو ونقول أنه راهوا الوضع الاقتصادي راهوا موش كما معادش نجمو نحكيو على الوضع الاقتصادي بمنطق اللي حكينا فيه اللي حكيت فيه أنا شخصيا عندك 3 سن تالي حتى عامل تالي يعني نقول لك أزمة اقتصادية وشنية السياسات والسياسات هذه قادرة المسألة اليوم أنا في رأي بدأنا نتجه تدريجيا من أزمات اقتصادية كلاسيكية تقليدية اللي يتعطون معها الاقتصاديين بسياساتهم الاقتصادية التقليدية إلى مسألة أمن قومي سمحني يا سيحاكيم حمود مش نعطي صورة بارك وقلي احنا فان وضعية مقارنة بالصورة اليوم اللي عايشينا اليوم عنا مرض الكورونا ينجم واحد جهة أعراض هكا ياخد شوية دوية يبرى في النجم يتعدى الله اللي قدر لطف عليكم يمشي تحت تحت الأكسجين فهمشكون يتعدى أنتوبة حطوا الوكي الكاوتشو هذاك بشي نجم يتنفس بي سنو يموت احنا فانا وضعية يكونوا مقارنة بكر والله يشوف انا شوف انا يعني أنتوبة نحنا اليوم احنا قريب نوصلوا للانتوباسيون لانتوباسيون معناها قريب يحطونا الكاوتشو بشي نفسو بي انا هذيا دوك اختر الموت خمسين خمسين انا هذيا اختر اختر احب النبه ليه يعني بدون أنه الواحد يعني ديما من موقع المسئولية من موقع المسئولية الوطنية معناها ما نحبش ما هيش فزاعة ما هيش بشي يعني فتح باب النقد لا على الحكومة ولا على لكن يعني دعوة للجميع دعوة للجميع حكومة مؤسسات الدولة المنظمات ولا حزاب الوطنية أنه النعيو يعني ما قاعد أنا كاقتصادي قاعد نشوف فيه شنو تطرح أنا اقترحت شوف أنا قلت عليش سعى أبو بكر قلت أنه الأزمة الاقتصادية أصبحت ترتقي إلى مسألة أمن قومي شنية مسائل الأمن القومي اللي تهم مسائل يعني شنية القضايا اللي تصبح عندها أهمية من ناحية الأمن القومي هي القضايا أو المسائل اللي تمس حاجتين تمس أولا مؤسسة الدولة مؤسسات الدولة تهدد مؤسسات الدولة تهدد الدولة في وجودها وثاني حاجة أبو بكر اللي القضايا اللي تمس من السيادة الوطنية تمس من السيادة الوطنية لهذا الاعتبار مع أنه اعتبرنا عديد القضايا قضايا أمن قومي مثلا مسألة الإرهاب اعتبرناها مسألة أمن قومي واعتبارها مسألة أمن قومي مسألة الجائحة اليوم زادة كيف كيف اعتبرناها مسألة أمن قومي علاش اعتبار المسائل هذه علاش أنا النادي اليوم باش نقوله نعتبره حتى الاقتصاد والأزمة الاقتصادية رسالة الرئيس الجمهورية هذه والله رسالة لكل مواسد الدولة من السيد الرئيس الجمهورية إلى السيد الرئيس الحكومة إلى كل ما هيش نقد لكن قراءة شخصية لإنسان تبع الأمور الاقتصادية ورسالة زادة للأحزاب السياسية والقوى الوطنية والاجتماعية أبو بكر هذوما اليوم على المستوى الاقتصادي أنا في رأيي وصلنا إلى مرحلة أنه الوضع الاقتصادي والتدهور الكبير اللي عارفه خاصة بعد أزمة الكورونا أصبح يعني ينجم يهدد الأمن القومي بيهدد مؤسسات الدولة في قدرتها أن تخلص المؤسسات تخلص الأجور والالتزامات متاحها وزاد كذلك مسألة السيادة لأنه اليوم إذا كان نكونوا غير قادرين على توفير هالتسع مليارات اللي ناقصي لنا النهاية السنة واللي يزم تكون مشك معركة كان وزير الاقتصاد والمالية فقط يعني تكون معركة الناس يعني شوش يصير يعني مش نمروا يعني نجموا نمروا إلى جدولة الديون إلى ممكن عدم القدرة على خلاص ديون يعني جدولة الديون وجدلة الديون هذه راهو أنا شخصيا من الناس المسؤولين اللي عشت تجارب جدولة الديون متاع بلدان أخر يعني تجاربتي في المؤسسات الدولية في البنك الأفريق يعني أصعب من ناحية الاقتصادية أصعب حاجة نجم توصلها بلا دي جدولة الديون يعني هناك يعني في نادي باريز كلوب دو باري ولا كلوب دو لندر بالنسبة لدات بريفة يعني هذه أماكن اللي سيادة الدول يعني يمكن تتهان فيها فأنا هذا يعني يعني دعوة هذا المقال متاعي جاء لشعوري بخطورة الوضع الوضع طيب الأزمة الكبيرة ودعوة لكل قتلك مؤسسات الدولة من السيد رئيس جمهورية السيد رئيس الحكومة الأحزاب السيد رئيس البرلمان لحزاب بش أنه يعني نشوفوا يعني نشوفوا الوضع هذا يقبل ما نوصلوله كي ما قلت أنت بيك يقبل صورة اللي نوصلولها ونشوفوا شو النجم ونعملوا في الأثناء ماذا تطرح حاكم بن حمودة كمبادرة أو نداء من أجل تسميتها هكا حالة توارئ اقتصادية لـ 2020 2021 خنمشيوا مباشرة للاختيارات اللي يمكن نمشيوا فيها أنا اقترحت أبو بكر في المقالة ذا اقترحت زوز عناصر هامة المبدأ المسألة اللولة هي المبادرة شنية المبادرة شنوه المبادرة يعني شنية المبادرة اللي نجم ونلتقي وحاول ثم اقترحت يعني بعض العناصر اللي ممكن تشكل يعني السياسات لإيقاف هذه الوضعية للسنتين القديمتين 2020 و2021 طيب بالنسبة للمبادرة بش نعطيها بسرعة 2020 وفع بو بكر يعني ميزالة يعني هالشهرين هذوما نهاية 2020 يعني شهرين مهمين شهرين مهمين وبشيكونوا مفصليين يعني حتى يعني مفصليين حتى في تمشي والمصار حتى الشهرين اللي ميزالوا في واحد وعشر بالنسبة للمبادرة أنا قلت يعني بعض المبادئ اللي نجم ونلتقي وحاولها أولا مبداله اللي هو معناه حماية مؤسسة الدولة يعني من الانهيار ومن الأزمة لحبش نسمع يعني نستعمل كلمات كبيرة كما انهيار مؤسسة الدولة لأنه يعني حتى أنا شخصيا يعني تصعب عليها بش ننطقها مش حتى بش نكتبها بش ننطق أنه نهيار مؤسسة الدولة مسألة الثانية هي الدعم الحقيقي ودعم جدي للمؤسسات الاقتصادية متاعنا مؤسسات الاقتصادية وحمايتها يعني سكتور بريفيل مؤسسات هذه لابد من حمايتها لأنها هي الضامن الوحيد لإعادة يعني إعادة انتعاشة وتقترح ضمان لتمكين المؤسسات هذه من التمويل عند البنوك الوقوف قلت إلى جانب هذه المبادئ إلى جانب الفئات الهشة والمبدأ الثالث اللي نسمع فيه أبو بكر نحكيه في مسألة الكورونا هذه علاش ما عملتهاش ما ثماش تمويل هذه علاش ما عملتهاش ما ثماش تمويل أنا قلت أولوية تمويل القطاع الصحي اليوم للوقوف أمام الجائحة هي يزم يكون مبدأ نتفق حوله والمبدأ الأخير هو يعني دعم الدولة في مواجهة أزمات المديونية أراه ما يلزمش نوصله إلى وضعية إعادة جدول ديون أو وضعيات من نوع هذي فهذا المسألة اقترحت أنا أبو بكر يعني ما هي هي جملة مقترحات وأنا نتمنى أن نتلتقي حولها والناس تناقش كما قلت من أعلى هرمب الدولة إلى الأحزاب الوطنية والمنظمات الاجتماعية اقترحت بعض السياسات اللي يجب تتبير ها وش نبدأ بالولا تعليق كل مصاريف جديدة للدولة لسنة 2020 و2021 ما عدا مصاريف الاستثمار والدعم الاجتماعي سهل هذا؟ مش سهل والسبب هذا أنا قلت شخصيا أنه تتطلب يعني توحيد كل القوى يعني كما توحدنا شنين المصاريف حكيم بن حمودة مثلا يعني مثلا بالنحي مش نرجع المسألة المديونية مثلا فيما يخص مش نعطي بعض الأمثلة المصاريف مثلا مراجعة ديون الدولة تجاه المؤسسات العمومية وضبط الأولويات 4.5 لا ضبط الأولويات يعني ما نجموش اليوم قبل نهاية السنة نخرجه 4.5 لزوز مؤسسات عمومية حتى الخمسة يعني لا حابت نقول أنه المؤسسات العمومية يقع يعني إعادة النظر في ديونها تجاه الدولة وضبط أولويات نقطة ثانية إذا كانت حق 100 مليون دينار اليوم نعطيوها 100 مليون دينار ونأجلو الباقي حتى لمستحقها مليار و 500 مليون دينار يعني مش بالضرورة في الظروف هذه نعطيوها المليار و 500 مليون دينار نحكي 100 مليون دينار المستحق 100 مليون دينار نعطيوها كان 100 مليون دينار يعني لا نعطيوه 50 نحكي مستحق مش ديون أي المثلة الأخرى أنا قلت يا أخي الضبط دعم الدولة بالأصلاح المؤسسات العمومية يعني ما نجموش نواصلو انو نعطيوه للمؤسسات العمومية الدعم مدون انها ما تقوم بالواجب بتاعه احنا في الجائح بمعنى المؤسسة وهذا يتبقناه حكومة سيد المالية الجمعة بمعنى اللي ميقدمش برنامج اصلاح وعادة هيكلة للمؤسسة بتاعه الدولة متنجمش تعاون وهذا يعني دي مؤسسة الدولة سمحني حكيم بن حمودة لا لا شوف يعني كنحط حكيم بن حمودة كنحط حكيم بن حمودة مدير عام لشركة تونسار تونساري مثلا مرهو مطلوب من حكيم بن حمودة انو يقوم يا ابو بكر المسألة اللي نحب نأكد عليها انو عديد الشركات وعديد نحب نأكد على حاجة هي مسؤولية المديرين العامين متاع الشركات راي الاصلاح وإعادة الهيكلة مهيش مسؤولية الدولة فقط يعني نعني مهيش مسألة الحكومة فقط هي قبل كل شي مسألة ومسؤولية السيسم ومسؤولية الناس المشرفين على هذه المؤسسات يعني من نجموش نستناول الحكومة ولا الدولة اللي هي تعطيك كل شي بالتالي ربط الواحد أنا جيت حاجة أخرى مثلا هذه اللي جات حاجة الهامة وهنات يعني حاجة هامة في المحاولات الاصلاح المحاولات الدعم المؤسسات اللي صارت في أفريل 2000 بتتذكر القرارة اللي تمت قضية هامة اللي هي مسألة تمتيع المؤسسات الخاصة بضمان الدولة عند الحصول على قروض من البنوك هذه يعني يقول لك المؤسسات العمومية موقعش تطبيق موقعش يعني أو بصفة محدودة أنا نقول اليوم ضروري التسريع بهذه العملية من خلال تكوين لجنة فيها ممثلي اليوتيكا وللممثلي القطاع الخاص لكن لابد من التسريع لابد أعطى من أعطى المؤسسات الاقتصادية الخاصة المؤسسات الاقتصادية الخاصة هذا جاه فيه أنا هذا يا أبو بكر هو تفعيل قرار تم اتخاذه في أفريل من جملة القرارات اللي يعتبرها شخصيا هامة اللي تم اتخاذها في أفريل من أجل حماية المؤسسات متاعنا ودعمها من أجل يعني سمود أمام الوضع الاقتصادي هذا الاقتراض بدمين الدولة المسألة الأخرى مثلنا اللي اقترحت عليه اللي اقترحت أنا لموصلت البنك المركزي اللي لعب دور يعني في تنشيط وفي تمويل الاقتصاد ما هوش بالمستوات اللي قاعدين نسمعوا فيها لكن البنك المركزي قاعد يقوم بالدور هذا لابد من تدعيمه من دعمه دون كالسانس دون السانس أنا شوف دون كيفاش معناها احنا قلنا ثم إمكانياتين إمكانية الليلة اللي هو الشراء ولقاعد يقوم بيها أو اللي بتاعي اللي بتاعي يعني سندات الخزينة سندات الخزينة العامة متاع الدولة و يعني قاعد يشيري فيها من السوق قاعد يشيري فيها من السوق وهذا ممكن ينجم يقوم بأكثر شوية لكن زادى كيف كيف يعني ثم إمكانية متاع التمويل لكن موش بالمستويات تمويل مباشر الاقتصاديين كما استوفيق الراشق وعديد الأصدقاء الأخرين قدموا مقترحات اللي يعني تقنن هذه العملية في إطار احترام معناها استقلالية البنك المركزي قلنا مثلا مسألة تسريع يعني الاستثمار العمومي التسريع في الاستثمار العمومي لدينا قانون قانون حال طورة الاقتصادية اللي لحد الآن عنده تقريب 3 سنوات تم سحبه من مجلس تم سحبه يعني والمفروض أنه هذا يكون أولوية لأنه أولوية من أولويات لأنه بشي سرع الاستثمار الاقتصادي بشي دعم الاستثمار الاقتصادي بباكر هذه مثلا على مستوى البنك المركزي زادة كيف كيف يعني ثم مقترحات لخط تمويلي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي تقدم زادة في عديد المرض إذن يعني بباكر حاب نقول أنه يعني المقترحات موجودة المهم أنه يعني توقع حالة تعب وطنية حالة وعي ومبعض الوعي هذك يتحول إلى فعل حالة وعي بخطورة الوضع الاقتصادي وتجميع الناس الكل حول يعني مقترحة متاع حالة طوارئ أو يعني وضع استثنائي وضع استثنائي وضع استثنائي لكن يقع اللي يكون حول مؤسسات الدولة التفاف حول مؤسسات الدولة نجم المبادر هذه يطلقها السيد الرئيس جمهوري نجم يطلقها السيد الرئيس الحكومة أما المهم أنه يعني أنه نقوله أنه ممكن نمشيه يعني جدولة الديون نجمه نوصله إلى عدم القدرة على خلاص الديون يعني الجدولة تعاودوا تقول عاودوا معناها مرة أخرى عطيوني شوية وقت باش النجم نخلص وهذا وهذا تقول أنت أصعب من أنك تمشي تتسلف أي الاختير في الجدول الديون هو الشروط الشروط اللي نشوفه فيها متع المؤسسات الدولية يعني والصندوق النقدة تستيرع يعني حلوة بالمنطقة ذاك قدام الشروط وقت اللي نمره إلى إعادة جدول الديون يعني إعادة جدول الديون تصبح يعني كيفاش يقوله الدائنين يكشروا على نيابهم عناها ما عادش حكية لعب شفنا معناها المأساة إعادة جدول الديون ومتاع اليونان شفنا مانيش قاعد نقارن في الحالة التونسية بالحالة اليونانية راهو منحبش زادة كيف كيف ما يزل منقوله لنحنا مانيش بعادة حكيم بن حمود ما نحبش لأجي نقوله الصورة الحقيقية لنحنا حكيم بن حمود مانيش بعادة على الوضع على الوصلته اليونان أنه راهو نحب نأكد على حاجة أنه الوضع أصبح تير ويتطلب حالة تعبئة شاملة وطنية من أجل الخروج من هذا الواقع يعني ما ننتظروش كيف الكوفيد أنه نوصل للهفوف وبعد نبدأ يعني نبدأ ونعمله في الريترو بيدالاج دونك أنا هذا هذا الهدف بتاعي يعني فكرت حكيت مع عديد الأصدقاء مع سي عبد الرزق زواري مع عديد المسؤولين على المستوى الاقتصادي بشأنهم نشأن يعني نحكي معهم في المخاوف بتاعي في يعني تقديراتي أنه هل أنه خرجنا اليوم من الأزمة الاقتصادية المتعارف عليها وأعتقد هناك إجماع عند رجال الاقتصاد عند الخبراء أنه قاعدين نخرجوا يعني بال المسائل الاقتصادية من دورها الاقتصادي إلى تصبح مسألة سياسية وهذا اللي حبيت ننبه له وحبيت أنه يعني نحاوله قبل ما نوصله المسألة يعني للخطر الدهم أنه تكون عامنا يعني ردة فعلي جبي أنا بالرغم من هذا بكروا مزيد متفائل أنا بصراحة لأنه شوف يعني القدر متاعنا أنا نحكي مع برشة ناس يعني ثم حالة أحباط كبيرة حتى عند المسؤولين حالة أحباط وشو عملنا نحكي مع عديد المسؤولين في المنظمات الاجتماعية لكن القدر متاعنا أنه نقاوم القدر متاعنا أنه نقاوم من أجل حماية الدولة ومن أجل حماية المؤسسات الاقتصادية متاعنا ومن أجل أنه نحمي زادة الفئات الاجتماعية متاعنا هذا أعتقد مسؤولية جماعية ما هيش مسؤولية الحكومة برك ما هيش مسؤولية سيد ريجي موريا برك هي مسؤولية جماعية لمؤسسات دولة أولا باعتبارها المسؤولة على السياسات ثم بطبيعة الحال للأحزاب الوطنية للمنظمات الاجتماعية شكرا جزيلا حكي بن حمود صيحة فزع برك الله فيك تكساحا كن ضيفنا في ميديشور